السلام عليكم واني زنوبيان بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيا تشنال وحبتي اليوم اسوي لكم ريفيو عن باودر ايف لاين وباودر ماكس فاكتر واعرفكم على انواع الباودر اللي جربتها في 2020 واعرفكم هميا على طريقة تثبيت المكياج للبشرة الدهنية بحيث ما يتحرك في المكان الطولي اليوم فلا يفوتكم الفيديو تابعوا للنهاية وان شاء الله يعجبكم اليوم بنات حبيت اسوي لكم ريفيو عن باودر ايف لاين وباودر ماكس فاكتر واعرفكم على انواع الباودرات اللي جربتها في 2020 والانواع الزيانة اللي انصحكم بيها وهميا رح اعرفكم على طريقة لتثبيت المكياج للبشرة الدهنية بحيث يبقى ثابت طولي اليوم مو بس يبقى ثابت طولي اليوم يطلع الوجه عبالك مراية يعني كأنما فوتوشوب فأتمنى عليكم تتابعون الفيديو للنهاية حتى تستفادون من عنده ورح ابدأ سريعا انطيكم ايتي فكرة سريعة عن انواع الباودر اللي جربتها في 2020 وبعدين رح نحتي عن باودر ايف لاين وماكس فاكتر طبعا الباودرات بنات اني حتيت عن قسم منها بس حبيت ارجع اقول اليوم ايتي مختصرات سريعة مثلا عندي هذا الباودر من توفيس هذا هو شكله الباودر هذا الباودر يناسب البشرة الجافة والباودر هذا جدا رائع يعني اني اذا اريد اصف هذا الباودر فراح اقول عليها زبدة يعني هذا هنانا زبدة مسيحيها ومخلينها هنانا فهذا هو باودر توفيس بكل بساطة وطبعا مثل ما دا شوفون التغطية مالته هذه هي التغطية مالته الباودر هذا من توفيس جدا راقي ما يتكتل وما يتأكسد وما يغير لونه ومناسب جدا للبشرة الجافة وسعره جدا مناسبة فاذا كانت بشرة الجافة انصحش جدا بهذا الباودر اللي هو اتش دي كومباكت باودر عندي هذا باودرات ميبيلين بنات هذه الباودرات بنات كل الزيانة الباودرات هذه كل الزيانة هذا بديل هودا بيوتي انا حتشيت عنه اكثر من مرة هذا الباودر من فتبي همين كل الزيان حتشيت عنه وسويت لكم عنه ريفيو كل زيان هذا الباودر واسعار باودرات ميبيلين حلوة ورخيصة متناومة للإيد عندي هذا الباودر من بريتي باي فلوارمار انا هذا الباودر طلعته في فيديو مفضلاتي وقدت لكم هذا الباودر كل الزيان نعم هذا الباودر بنات من كل النواحي زيان يعني هو ارخص واحسن انواع الباودر للبشرة هذا أرخص وأحسن أنواع الباودر الموجودة بالأسواق تتوفر بنا درجات يثبت المكياج ما يغير لونه بيتغطية ما يتأكسد يعني متوفرة به وهاي درجات وسعره رخيص وتقدرين تأخذينها تخليلنا بالجنطة ويعني أنا رحت للسوق وشفت أنواع الباودر الموجودة وشفت الأسعار ترحمت على اللي يسوى هذا الباودر فنصيحتي أنه أنتو تأخذون من عنده هذا الباودر بنات من إزادورة هو يناسب البشرة العادية ومثلما تعرفون صعب أنه تحصلون باودر خاص للبشرة العادية لأنه أغلبها يأمل البشرة الدهنية أو البشرة الجافة طبعا هو أنا فتحت قبل شوي وخبص الدنيا فهذه هي الدرجة مالتة هو العيب الوحيد بهذا الباودر أنه التعبات مالتة موزيئنة يعني مثلما تشوفون خبص لي المكان وهذه فهذه هي الدرجة مالتة الباودر كل زيان أنصحكم به إذا كانت بشرتش عادية وتريدين باودر فأنصحش أنه تأخذينه وسعره 20 ألف دينار فهذا باودر فهذا باودر عندي هذا الباودر من الدبيوتي بنات وغني على التعريف سعره بحدود 50-55 ألف دينار حسب المحل اللي بيعه فهذا الباودر بنات هو خاص للبيكنج لأنه أريدكم تميزون بين أنواع الباودرات أكو نوع يكون خاص للبيكنج وأكو نوع يكون خاص للتثبيت هسا هذا عندي يشتغل تثبيت وبيكنج ممكن ممكن تسويه ببيكنج بس هو بالأصل للتثبيت هذا للبيكنج فحتى تميزون بين أنواع طبعا هو أنا ما أخذ اللون الأبيض الشفاف مثل ما تعرف هذا الباودر من هدى بيوتي كل شي حلو كل شي زيان ومثل ما قلت لكم باودر ماستر فيكس من الميبيلين هو البديل الأرخص عنه وأني أفضل ماستر فيكس أكثر من هدى بيوتي لأنه ماستر فيكس ما بي ريحة ما بي عطور هذا بي عطور فهذه المنتجات اللي بتكون معطرة يعني أكو ناس يضيقون من عدها أو ممكن تسبب تهيوج أو تحسس البشرة أنا ما أحب المنتجات المعطرة بس هدى بيوتي بنات الميزة اللي بي يعني اللي هي تتفوق على ماستر فيكس من ميبيلين أنه هو بيدرجات يعني الباودر بيدرجات فتقدرين أني أنت تاخذين الدرجة اللي توال فهذا مختصر سريعا أنواع الباودر اللي جربتهم في 2020 هسا رح نحتي عن باودر إيفلاين ونحتي عن باودر ماكس فاكتر بس خلي بالبداية حتي لكم على ماكس فاكتر لأنه أنا ملحفة هذا الفاودر بنات هو طبعا باودر فونديشن الدرجة مالتة ثنيا آيفوري هذا الباودر بنات كل زيان الباودر بي تغطية الباودر بي تغطية يناسب البشرة الدهنية والعادية ما يناسب الجافة ناعم جدا ويخفي المسام ويثبت يعني يبقى ثابت طول اليوم وما يتأكسد ما يغير لونه من كل النواحي الباودر زيان سعره 10,000 دينار وكان سعره كان سعره بحدود 17,000 يمكن على ما أظن بس هذا صار 10,000 دينار عندي هذا الباودر من إيفلاين رح أراويكم الدرجة مالتة هذه درجة الباودر من إيفلاين هي الدرجة حلوة أنا عجبتني الدرجة وهذا التغطية مالتة بتغطية الباودر وناعم على البشرة يعني هو يناسب البشرة العادية الجافة يناسب البشرة العادية للجافة وبتغطية طيب شنو عابة عابة أنه هو لما نأدمج على الوجه وجهي يعني على بشرتي ما عرف إذا يبين هنا أو لا يكلب اللون إلى رصاصي يعني مثل ما نقول بالعامية العراقية يتشولح اللون اللون يتشولح ف يعني للأسف الباودر طلعت نوعيتها موزينة طبعا هو أنا سويت بالبداية من شفت هذه وضعيته اللي هي ما عجبتني واللي أنا غلطت أنه أنا جبته لأنه أنا بوكتها ما جربته بالمحل على الوجه لازم يعني تجربون الباودر على الوجه لأنه لازم الباودر تجربونه على بشرتكم قبل ما تشترونا لأنه الباودر بنات مو مثل الفونديشن الفونديشن يتصلح الباودر ما يتصلح بعد ما انصدمت باللون مالته فجبت هذا الفونديشن اللي هو عندي هذا من كاترس هذا تقريبا نفس لون الباودر يعني مثل ما إذا شوفون تقريبا مقارب للون مالته مقارب للون الباودر ويكون مائل شوية على رمادي يعني الاندرتون مالته يكون شوية مائل على رمادي فتوقعت أنه أنا إذا استخدمت الباودر ويا ينطيني خليت فوق الباودر نفس الشي هميا نقلب على رصاصي فهذا الباودر ما أصحكم بي هي إيفلاين عدهم يعني مكياج حلو أكون مكياج حلو مشرط أنه أنت تأخذون هذا الباودر يعني ممكن أنه أنت تلقين بالماركة مكياج زيان بس هذا الباودر تجنبوه لأن أنا في رأي الباودر فاشل وصعب أنه يتصلح يعني أنا حاولت أصلحها بس الطريقة اللي جربتها يعني ما نجحت كلش فالباودر هذا ما أصحكم به هذا باختصار رفيو سريع عن أنواع الباودر اللي جربتها بـ 2020 وهس رح نحشي عن طريقة تثبيت المكياج للبشرة الدهنية هسا بنات رح أعرفكم على طريقة تثبيت المكياج للبشرة الدهنية الطول اليوم وبنفس الوقت ينطي مظهر الفوتوشوب ومثل ما نقول يعني يطلع الوجه مراية الطريقة بنات أنا رح أحاول أختصر قدر الإمكان حتى ليكون الفيديو طويل أول شي إذا كانت بشرة الدهونية فأول شي رح تخلين عناية البشرة تكمليها وبعدي رح تخلين برايمر يتحكم بالدهون أفضل الأنواع اللي جربتها هو The Palm The Palm هو Silicon هو يتحكم بالدهون ويثبت الفوندياشن إذا ما عندش برايمر يتحكم بالدهون فممكن تخلين طبقة من على الوجه قبل ما تبدين توزعين الفوندياشن هس نجي على طريقة توزيع الفوندياشن أنت تاخذين الفوندياشن ابتعدوا عن الطريقة اللي تشوفوها باليوتيوب يعني تشوفين مثلا تطلع واحدة تخلي هبر من الفوندياشن وتوزع هاي طريقة مصحيحة الصحيح هو أن أنت تاخذين نتف من الفوندياشن يعني أقل القليل وتوزعين والدمجين وتكررين هذه العملية إلى أن توصلين التقضية اللي تريدها طيب ليش هذه الطريقة يعني ليش هاي الطريقة هي صحيحة لأن أنت راح تاخذين المقدار الصحيح من التوزيع بعد ما وزعتي الفوندياشن بهذه الطريقة وصلتي للتقطية اللي تريديها اللي تسوينا هو أنه أنت تاخذين طبقة من اللوس باودر وهالمرة إحنا قلنا إحنا قلنا الفوندياشن ناخذ منها نتف بس هالمرة الباودر راح ناخذ منها هبره يعني فتاخذين من الباودر من اللوس باودر هبره وتوزعيها تسوي بايكينغ لكامل الوجه هنا راح أقول ملاحظات طبعا أنت تكونين بهالحالة دامجة الكونسيلر أنا ما راح أحشي عن تثبيت المكياج الباقي أنا بس راح أحشي عن تثبيت المكياج اللي هو الفوندياشن والباودر ما لعلاقة باقي المكياج هذا بعدين نحشي عنه فأنت من دمشتي الفوندياشن ودمشتي الكونسيلر هنا راح نشتغل بالبيكينغ طبعا الأفضل أنه يكون عندك هذا بنات خاص للبيكينغ خاص للبيكينغ فأنت شا تسوي تاخذين من عندك تسوي بايكينغ للكونسيلر ممكن تسوي بايكينغ منه لكامل الوجه إحنا قلنا لكامل الوجه لكن لأنه لونه أبيض والفوندياشن اللي أنت بخليته يمكن لون معين يعني ممكن يكون لونه شوية أغمق فممكن الدرجة شوية تكلب على رصاص عندش أو على رمادي بس يصلح يعني يصلح ماكو مشكلة بس الأفضل للوجه تاخذين لوس باودر اللي يكون حسب طبعا أعتذر عن منظر لوس باودر تاخذين لوس باودر حسب لون الفوندياشن تاخذين لوس باودر حسب لون الفوندياشن وحسب أندرتون الفوندياشن طبعا هذا هناك كمثال لأنه هذا مو الأندرتون الصحيح بس هذا كمثال فإذن إحنا هسا يعني أرجع لخص الموضوع للكونسيلر تسوي باودر بهذا الباودر إذا كان عندك من هذا الباودر حسب لون الفوندياشن تقدرين تسوي باودر لكامل الوجه إذا ما عندك عادي يسوي به وإذا عندك هذا الباودر حسب لون الفوندياشن وحسب فيكون أفضل للبيكينج فإنتي راح تسوي على كامل الوجه تنتظرين فترة 10 دقائق 4 ساعة وبعدين راح تجيبين فرشة تشيلين زيادة من الباودر فهذه خلصنا من عدها بعد ما تشيلين زيادة من الباودر راح ترشين فكس على الوجه ترشين فكس على كامل الوجه طبعا الأفضل أنه أنت ما تكونين مخالية كحلة أو مسكارة لأن الفكس راح يخرب الكحلة والمسكارة فإذا أنت راح ترشين فكس هاي أول طبقة على الوجه ينشف وبعدين اللي تسوينا تأخذين كومباكت باودر تجعوا أقول لازم كومباكت باودر يكون لونه ملائم يعني الأندرتون يكون ملائم لدرجة اللوس باودر يكون الدرجة متوالمة ولون الفاندياشن يعني بنات ما تأخذون هذا لون هذا على أصفر وهذا على أحمر وهذا على بيجي وتجعون تخلطونا وبعدين تقولون ليش طلع المكياج جمالتنا مغبر فالأفضل أن يكون حسب الأندرتون فإحنا راح نخلي طبقة نثبت بطريقة اعتيادية بال نرجع نثبت طبقة على اللوس باودر زي راح تقولون هذا يعني راح يصير كيلو مكياج على الوجه لا ما راح يصير ما يصير يعني كيلو مكياج أو يبين أو يتكتل أو شي لأنه ما طول إحنا نستخدم فكس فما راح يعني يكتل بأي حال من الأحوال بعد ما توزعين طبقة الكمباكت باودر على الوجه راح ترجعين وترشين فكس على كامل الوجه فبعد ما ترشين فكس على كامل الوجه خلص انتي هس ثبت الفونديشن وثبت الباودر وانتي هنا من هذه المرحلة فبعدها راح تبدي تخلي لبرونزر لبلاشر تكملين المكياج سواء يعني الشادو تخلي المسكرة تخلي الكحلة تكملين بصورة اعتياج اذا طبقتوها الوجه راح يصير مراية لان راح تخفين كل العيوب اللي بالوجه ورح يبقى المكياج ثابت طول اليوم يعني انا حتى من اسويها ما احتاج اخلي مثبت مكياج مجرد الفكس والفكس هذا على فكرة بنات حتى لان هواي بنات راح يسئلوني على الفكس هذا انا ماختب من منيسو هذا سعر 4000 دينار واخر علبة ثانية اكبر من سعر 7000 دينار فلا تحتار بالفكس اخذوه من منيسو اللي هو تونر ماء الورد هذا هو اليوم تثبيت المكياج للبشرة الدهنية الطريقة هذه مثل ما قلت لكم احسن طريقة للتثبيت جار ربيها وان شاء الله تعجبك وتستفادي من عدها ومناسبة جدا للحفلات المناسبات الطويلة او مرات انت مثلا تريدين المكياج بقثاب الطول اليوم فهذه هي يعني ان شاء الله تكون الطريقة جربوها وتعجبكم اخيرا اقول اتمنى انه هذا الروبيو اليوم عن المنتجات وعن طريقة التثبيت اعجبتكم اشتركوا بالقناة تفعلوا جرس الاشعارات اذا اعجبكم الروبيو اعملوا لايك وتابعوني على مواقع التواصل الظاهرة على الشاشة وليتلقون رابط صندوق الوصف تحياتي لكم وشكرا